أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوقعه أحب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل وإياكم أيها الأخوة مجالس هذه الدورة المباركة دورة الإترجة ونحن في أواخر وأوائل جزء الثامن والتاسع والعشرين وأرجو أن تكون هذه الدورة بإذن الله تعالى مشروعا مباركا لنا جميعا نسأل الله عز وجل ونحن في مجلس نتلو فيه كتابه ونتدرسه أن يتنزل علينا بسكينته وأن يغشانا برحمته وأن يحفنا بملائكته وأن يذكرنا في الملأة الأعلى عنده سبحانه ثم أيها الأخوة بين يدينا سورة طلاق التحريم وهما سورتان مدنيتان كما نعلم نبتدئ ونفتتح بتوفيق الله وعونه وتيسيره بإذنه تعالى سورة الطلاق هذه السورة كما قلت لكم سورة مدنية نزلت في شأن من شؤون الأسرة المسلمة وهو الطلاق وتسمى النساء الصغرى تسمى النساء الصغرى كما أن النساء الكبرى هي سورة النساء التي بعد سورة آل عمران لطولها وما تعرضت له من تفصيلات هذه السورة تحدثت وركزت على قضية واحدة في قضايا الأسرة وهي قضية الطلاق وما يتعلق بها من مشكلات سرية وزوجية ولهذا فإن غرض هذه السورة أيها الأخوة هو بيان أحكام الطلاق وتعظيم أمره وحدوده وبيان عواقب مخالفة حدود الله وأوامره يقول الله سبحانه وتعالى في أول السورة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء تأملوا أيها الأخوة أن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم حول إلى المؤمنين فما السر يا ترى في توجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين فلم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء هذا لعله يجرنا إلى الحديث عن سبب نزول السورة فيما ذكر فقد قيل أن ساب نزول سورة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أو أراد أن يطلق حفصه فقيل إنها من أزواجك قوامة بالليل صوامة بالنهار فإن صح ذلك فيكون ساب نزول وقيل أنها نزلت في شأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإرجائها وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه على كل حال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا يبين عظم الأمر وأن هذه القضية وإن كانت في شأن أو عند بعض الناس هينة وليست بذات بال لكونها متعلقة بأمر خاص وهو الطلاق إلا أن الله عز وجل عظم الطلاق أيها الأخوة وكرر الحديث فيه وأطال في سورة البقرة وفي هذه السورة وشدد وأكد تأكيدات ربما لا تكون هذه التأكيدات في أحكام الصلاة والصيام والحج لماذا؟ لأن أمر الطلاق أيها الأخوة من الأمور التي فيها مشاحة وفيها منازعة وفيها قد يكون الرجل في غلبة على المرأة فيظلمها ويعضلها ويسيء إليها في طلاقها بل ربما يكون سببا في إضرار الإضرار بها وبلدها فعظم الله ذلك وذلك لأن شأن أهل الجاهلية أيها الأخوة أنهم كانوا يعتبرون النساء لعبا بينهم يطلقها متى شاء ويراجعها متى شاء حتى أنه يطلقها مئة مرة ويراجعها إضرارا بها لكن الله عز وجل بحكمته ورحمته سبحانه وتعالى قد عنا بشأن النساء وعنا بشأن المطلقات ورفع الظلم وحذر أشد التحذير كما سيأتي في هذه السورة إذن التوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر ذا بال ولا يوجه الخطاب لمن هو أعلى درجة إلا لأهمية ذلك الخطاب وأهمية تلك القضية ثم قال إذا طلقتم النساء فتوجه الخطاب للمؤمنين جميعا ثم تأملوا أيها الأخوة قال فطلقوهن لعدتهن ما قال إذا طلقتم النساء فليكون لعدتهن وإنما أكد أن يكون الطلاق معتبرا في العدة فقال فطلقوهن لعدتهن وما هي العدة بيّنتها السنة العدة وهي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وأن يطلقها فيما وجهت به السنة من بيان وحدود هذه العدة قال وأحصوا العدة وأكد على إحصاء العدة حتى لا يكون للنفس البشرية المنتقمة التي تريد الإضرار أن تمد في هذه العدة أو تتناسى أو تتغافل فقال أحصوا إحصاءا دقيقا حتى لا يقع الظلم بتلك المرأة أو يقع الظلم أو الكتمان من المرأة لزوجها فقوله أحصوا العدة هو متوجه للرجل متوجه للمرأة على السواء فيجب على المرأة أن تحصي العدة إحصاءا تاما بما بيّنه الله تعالى فيكون أمر العدة بعد ثلاث حيض بعد الحيضة الثالثة وطهرها منها يكون ذلك انتهت عدتها قال الله عز وجل واتقوا الله ربكم لاحظوا أي الأخوة أن الله قرن ذلك بالتقوى والتقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي فتعظيما لذلك وتأكيدا عليه قرنه بالتقوى اتقوا الله ربكم وعلق التقوى بالربوبية للدلالة على أن هذا الشأن وهذا التوجيه هو رعاية لكم وإصلاح لشأنكم وحفظ لحقوقكم لحقوق الطرفين جميعا فمعنى الربوبية من الإصلاح والتربية والرعاية فالله تعالى إنما أمر بهذا وأكد عليه لكونه من الرعاية والإصلاح لهم ثم قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن أي في العدة بعد أن يطلق الرجل زوجته فلا يجوز له أن يلزمها ولا يجوز له أن يخرجها من بيته بل من بيتها لأن الله تعالى لاحظ وقال من بيوتهن فحق للمرأة المطلقة المكوثة في بيتها في العدة بل إنه واجب لقول الله عز وجل ولا يخرجن إلا أن يأتي فاحس مبينة فهذه الحكم أيها الأخوة حكم نراه مخالف في واقع الناس اليوم أن المرأة إذا طلقها زوجها خرجت من بيت زوجها أخذت ملابسها وتركت زوجها وحقه الواجب وهي بذلك ظالمة لنفسها وظالمة لزوجها ومخالفة لأمر الله عز وجل فلا يجوز للمرأة المطلقة أن تخرج من بيتها ما دامت في العدة فعدتها حق لزوجها والسر والحكمة الإلهية العظيمة في هذا أيها الأخوة ما هي أولا حفظ لحق الزوج ورعايته وثانيا وهو أمر مهم هو أن لعل في بقائها أمر يحدثه الله في إرجاع العلاقة بينهما فإنه إذا تقاربت القلوب أو تقاربت الأجساد تلفت القلوب وإذا تباعدت الأجساد تباعدت القلوب فمن عظيم حكمته ورحمته وتربيته أن الله تعالى شرع أن تبقى المعتد في بيتها وحرم عليها الخروج أكد عليها لأنه مظنة خروجها قد تكون أكثر من مظنة إخراجها والله تعالى علم فإنه قال ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فلا يجوز للمرأة المطلقة أن تخرج من بيت زوجها المطلق ما دامت في عدتها إذا انتهت عدتها ولم يراجعها فسبيلها بيدها لاحظوا أن الله عز وجل استثنى من ذلك أمرها وهو أن تأتي بفاحشة مبينة ما هي هذه الفاحشة المبينة هي أولا الزنا إن كانت قد خالفت أمر الله عز وجل وخانت زوجها في وقوعها في الزنا فلا حق لها في بقائها ولا فضلا لها على زوجها في البقاء وحق لزوجها أن يفارقها ما دامت قد أتت بفاحشة مبينة لكن أيضا من الفاحشة المبينة هنا في الآية أي الأخوة هو أن تكون ذات خلق خبيث سيء ذات لسان سليط تسيء لأهله أو لنفسه أو له تلعن وتشتم وتؤذيه فيما هو مخالف شرعاً فهذه الفاحشة تنبينة تظهر السوء تظهر العداوة تظهر الفحشة في كلامها له أو لأهلها أو غير ذلك من أنواع الفواحش والفاحشة هنا ما فحشة من الأمر ويدخل فيه دخول أوليا الزنا لكنه كل ما فحش ولكن ليس فيما يظن الضان أن كلمة نابية منها تخرجها من بيتها لا وإنما هو فاحشة فاحشة مبينة واضحة لا اختلف فيها ولا إشكال في كون تلك الصفة منها تعتبر فاحشة مبينة قال الله تعالى وتلك حدود الله تأملوا أيها الأخوة أن الله تعالى عقبت ذلك الحكم وهو الطلاق بالعدة وإحصاء العدة وعدم إخراج المرأة من بيتها وعدم خروجها من بيتها كل ذلك من حدود الله قال وتلك حدود الله وما أعظم أيها الأخوة والإنسان حينما يستحضر هذا الأمر ويعلم أن هذه من حدود الله قال الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ظلم نفسه بتجاوز أمر الله وظلم نفسه بأن أوقع نفسه في الخلل والخطأ والإثم فهو سيتكون عاقبته في هذا الأمر الذي أحدثه وتجاوز فيه حدود الله لا شك أن عاقبته ليست في صالحه إن أخرج المرأة لبيتها رغم أن فيها أو هي خرجت من غير إذنه ولم يكن بفاحشة مبينة أو لم يكن ذلك الطلاق في غير محله فإن ذلك ظلم يكون الإنسان قد تجاوز فيه وعاقبته عليه قال الله تعالى انظروا أيها الأخوة تلك الحكمة الإلهية التي يريد الله تعالى منها أن يرجع الزوجان إلى بعضهم البعض وأن تأتلف الأسرة وهذا من حكيم وعظيم رحمة الله وحكمته في أنه سبحانه وتعالى يريد جمع الشمل ويريد أن تبقى تلك المودة إذا لم يكن بفاحشة مبينة وهو من حكمته وحكمة شرعه هذا الدين العظيم أنه بني على الاجتماع لم يبنى على الافتراق والنفرة وبني على الرحمة والمودة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قال الله تأملوا هنا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرها ما الأمر الذي قد يحدثه الله بعد الطلاق آي أخواني نعم أن يزول ما في نفسه على زوجته فيرجعها وأيضا أن تصلح المرأة خلقها أن تصلح المرأة خلقها ويصلح شأنها فترجع إلى زوجها وتتحبب إليه ويرجع إليها وأيضا مما يحدثه الله من الأمر في ذلك أنه قد يكون السبب المانع من الطلاق أمر خارجيا بسبب تدخل من الأهل أو غير ذلك فيزول ذلك الحكم أو ذلك الأمر في تلك الفترة فيرجو ترجع إلى زوجها إذ لو ذهبت إلى أهلها لكان ذلك ربما سببا في إغالة صدرها عليه وتنفيرها منه أكثر ما هي عليه وأيضا قد يكون ذلك الأمر بسبب خلل أو قصور مادي أو إشكال قد حصل فيزول سببه وغير ذلك مما قد يحدثه الله من الأمر فلذلك أطلق هنا فقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وفي هذه الآية أيها الأخوة دلالة على أن من اتق الله ومن امتثل هذا الحكم فإنه بإذن الله سيحدث الله له أمرا حسنا سواء كان بطلاقه برجوعها إليه ورجوعه لها برجاعها أو بفراقها كما سيأتي بعد قليل في قولهم يتق الله قال الله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن متى تبلغ المرأة أجلها إذا قاربت العدة في هذه المراد هنا قاربت العدة وليس انتهت العدة لأنه إذا انتهت العدة فليس له سبيل في إرجائها وإنما الله عز وجل ذكر ذلك تأكيدا على الأزواج ألا تنقضي العدة ما دمتم تريدون الرجوع بل إن في هذه الآية أيها الأخوة ترغيب للزوج وتذكير بأن يراجع قبل أن تنتهي العدة فما زالت الرحمة الإلهية من الله عز وجل بهذا الزوج لعله أن يرجع فيذكره بنهاية المطاف قبل أن ينتهي الأمر فلا يكون له سبيل قال الله فإذا بلغنا أجلهن أي بلغنا أي قاربنا على البلوغ فأمسكوهن بمعروف ولاحظوا وتأملوا أيها الأخوة أن الله عز وجل هنا أيضا من تمام رحمته ورعايته ومما يريده سبحانه من الرجوع أنه قدم الإمساك على الفراق ما أعظم هذه الرحمة أيها الأخوة وهذه العناية والرعاية الإلهية قال الله عز وجل فأمسكوهن بمعروف ولاحظوا أن الله عز وجل أكد أن يكون هذا الإمساك بمعروف والمقصود بالمعروف هنا أن يكون الإمساك بقصد الرجوع إليها وإصلاح العلاقة والمودة والحياة بينهما لا كما يفعله أهل الجاهلية إضرارا بها إضرارا بها وزيادة في إقاع الضرر بها وبأهلها بل إن ذلك الإمساك يكون بمعروف والمعروف كل ما يمكن أن يكون داخلا في معنى هذه الكلمة مما هو من مصلحة الطرفين قال الله تعالى أو فارقوهن بمعروف أيضا المفارقة يجب أن تكون بمعروف فمن الإمساك بالمعروف أن يرجعها ويكرمها ويحسن يعني أمره معها ويطيب خاطرها مما يزيد من مودتها نعم والإنفاق كذلك داخل في هذه الآية ثم أيضا المفارقة بمعروف المقصود بها أنه إذا أراد أن يفارقها يفارقها تسريح بإحسان فيمتعها بهدية ويكرمها بذلك حتى تكون نفسها طيبة عليه بعد ذلك وأهلها فيكون كريما سخيا في إخراج الأمر بطيب نفس وسهولة ويؤسر الله له ذلك وما بعده قال الله تعالى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ الشهادة هنا على ماذا الشهادة على ماذا على الرجعة والطلق الرجعة والطلق فإنه إذا أرجعها يجب أن يشهد من حتى تثبت يثبت ذلك ولألا يعني يكون محل إشكال وشبهة وخلاف بينه وبينها أو بينه وبين أهلها أو غير ذلك وكذلك الفرقة فيشهد على طلاقها ليثبت أنه قد زال عقده منها قال الله عز وجل وأشهد ذوي عدل والتعبير بذوي دليل على اختيار الرجل المتصف بالعقل والعدالة والثقة فلفظ ذوي ذوي عدل فيه دلاله على اختيار الأصلح الشهود الشهود الأوثق والعدول ولذلك قال عدل منكم فالشهود لا بد أن يكون منكم أي من المسلمين ولعل في الآية دلاله على أن يكون الشاهدان من أهل الزوج لأن قوله تعالى ذوي عدل منكم قال الله عز وجل وأقيم الشهادة لله هذا الخطاب لمن للشهود أن تكون شهادتهم فيها إقامة والإقامة هي إتمام الأمر وأن يكون لله لأن الشهادة أيها الأخوة هي مظنة المحابات وأن يكتم شيئا أو يتجاوز في أمر في الشهادة فيزيد عليها نصرة لمن هو قريب إليه أو نحو ذلك فقال وأقيم الشهادة لله من غير محابات أو تجاوز قال الله عز وجل تأكيدا على هذا الحكم أيها الأخوة قال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ما أعظم هذا القرآن أيها الأخوة حينما يضمن تلك الأحكام ما يبعث على القيام بها وهذا من أسرار القرآن الكريم من أسرار كتاب الله عز وجل أيها الأخوة الذي يتميز به عن كتب الأنظمة والدساتير وغيرها أنه يورد الحكم ويورد البواعث التي تبعث على القيام به فقال هنا ذلكم في إجراء فيرضى بحكم الله ويلتزم بأمره ويخرج معروف أو يسرح بمعروف قال الله تعالى يجعل له مخرجا هذا وعد كريم من الله عز وجل بأن الإنسان إذا ما تمت له حياته الزوجية مع زوجته ولم يكتب الله عز وجل له توفيق فخرج منها بمعروف وافترق بمعروف فكأن في هذه الآية وعد بأن الله عز وجل سيجعل له مخرجا سيجعل له بإذن الله تعالى من تلك المشكلة التي وقع فيها مخرجا سليما وسيعوضه بذلك عوضا كريما منه سبحانه وتعالى ثم ولذلك قال ويرزقه من حيث لا يحتس والله إن هذه الآية لو توقفنا عندها لوجدنا فيها من أسرار الرحمة الإلهية والوعد الكريم ما لا يتجاوز معه أحد مع حدود الله عز وجل إن الإنسان أي الأخوة كلما انتزم أوامر الله واتق الله عز وجل في كل أمر يأتيه في كل قضية في بيعه وشراءه في مشكلته في مشكلة مع زوجه أو مشكلة مع الناس يتق الله في ذلك ويحسن الأمر في ذلك الخلاف ويخرج بسلام فإنه موعود من الله بتوفيق وتيسير ورزق كريم ولهذا قال ويرزقه من حيث لا يحتسب ربما أن الإنسان لا يطلق لأنه يظن أنه لن يجد امرأة أما لعدم يعني قدرته أو لظنه أنه ليس مرهوبا لكنه إن اتق الله وخرج بسلام فسيأتيه رزقه وهو لا يشعر من حيث لا يحتسب وعد كريم من الله عز وجل وهذه قاعدة إخواني الكرام في كل أمر من حياتنا أننا إن اتقينا الله فيها فإن الله سيرزقنا فيها مخرجا كريما يسيرا ورزقا كريما الإنسان يا أخواني تأتيه مشكلات أما الزوجية وإلا أسرية أو في العمل حتى في العمل إذا كان بينك وبين العمل مديرك مثلا مشكلات ورأيت أن الأمر وصل إلى حد الخروج فلا تخرج بعسر فلا تخرج وأنت تسب وتلعن ولا تخرج إلا وقد أخذت حقك بمشقة فإن ذلك ربما يكون سببا في عدم تيسير الأمر لك بعد ذلك لكنك إذا خرجت بحسن وعفوت وصفحت وكففت لسانك عمن أخطأ عليك فإن الله سيجعل لك بإذن الله مخرجا كريما ومخرجا يسيرا ومخرجا كريما قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه في هذه الآية أيها الأخوة فيها أمر في توجيه بفعل الأسباب من أين نأخذه بقوله ومن يتق الله جعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه من أين نأخذ فعل الأسباب أن عليه أن يفعل الأسباب متوكرا على الله أنه إن عليه إلا فعل السعي في قوه ومن يتق الله فمن تقوى الله أنه يبدل الأسباب التي تؤدي به إلى مخرج سليم وأيضا منفذ كريم في طلب زوجة أخرى أو وظيفة أخرى أو عمل آخر أو نحو ذلك فقوله ومن يتق الله وقوله يرزقه من حيث لا يحتسب تتضمن فعله للأسباب ببحثه عن ذلك قال الله من يتوكل عن الله فهو حسبه إن الله لكل لكل شيء قدر يعني يجب الإنسان أي الأخ وإذا وقع في مصيبة أن يعلم أن هذه من الله وأن يسعى للخروج منها بكل ما أوتي من سبب وسعي وأن يعلم أن كل شيء مقدر وأن يجعل هذه أمام عينيه قد جعل الله لكل شيء قدر إذا أصبت مصيبة فقل قد جعل الله لكل شيء قدر إنا لله وإنا إليه راجعون فهذا مما يبعث في نفسك الطمأنينة ويؤدي بإذن الله إلى توفيق الله لك قال الله تعالى وَلَّا إِيَّئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهر هذه الآية واردة في بيان عدة النساء ذوات الأحوال الخاصة بعد أن بين أحوال الطلاق عامة بين هنا عدة النساء التي هن مما يختلف فيها ومما قد يكون تكون موضع إشكال فالأولى التي يئسن من المحيط ما التي تدخل في هذا الحكم كبيرة السن التي انقطع عنها حيضها وأيضا نعم لا التي لن تحط ستأتي ها المريضة الذي انقطع حيضها بسبب من الأسباب لا من الكبر لم تيئس لكبر بل لمرض مثلا نعم التي عندها في حيضتها في حيضتها توتر فقد تنقطع شهرا وتأتي شهرا وتضطرب شهرا ونحو ذلك تدخل في هذا بدليل قوله إيش إن ارتبتم لاحظ كلمة إن ارتبتم يدخل فيها كل حالة موضع ارتياب ولهذا أخر قوله تعالى واللائي لم يحظن لم يقل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحظن فعدتهن ثلاثة أشهر بل إنه خص الأولى لتعدد حالاتها ولتنوعها فكل حالة ترتاب فيها المرأة فتحسب لذلك فتحسب لذلك بالشهر وهذه من حقيقة من أسرار هذا القرآن الكريم في تضمنه بعبارته وألفاظه دلالات متعددة قال الله تعالى فعدتهن ثلاثة أشهر كما أن عدة المطلقة الحائض ثلاثة ثلاثة قرؤ تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة وطهرها منها قال الله عز وجل واللائي لم يحظن وهن الصغيرات التي لم يحظن وفي هذه الآية دلالة على إقرار القرآن لإيش للزواج من الصغيرة والذي فيه حديث وصولة وجولة اليوم قال الله التي لم يحظ فيدخل في ذلك الصغيرة التي لم تحظ قال الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ذات الحمل قد يشكل على أمرها لطوله فحدده الله سبحانه وتعالى بقوله أن يضعن حملهن فعدة الحائض وضع حملها سواء كانت حيضتها أو كان وضعها بعد يوم من طلاقها أو بعد سنة من طلاقها أو أكثر أو أقل يعني بمعنى لو أنه طلقها الآن وهي حامل فطهرت أو وضعت من غد فإنها تنتهي عدتها بوضع حملها يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى لاحظوا أيها الأحبة كيف أن الله عز وجل أعقب هذا الحكم أيضا بمثل ما عقب به الآية السابقة وبيّن فيه أمرا آخر لمن يتق الله فقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ذلك الحكم الأول قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال هنا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى فهذه من الوعود الكريمة لمن اتق الله في كل أمر من أمور حياته بأن الله سيسر له كما قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى إذا رأيت أخي الكريم أن الأمور قد تتعقد أحيانا في وجهك فاعلم أن في الأمر سببا كنت سببا فيه والله تعالى علم وقد يكون الله عز وجل يعسره عليك لأنه لا خير لك فيه لكن لا شك أن من اتق الله في أمر من الأمور يسر الله أمره فيه فهذه قاعدة من قواعد الحياة أيها الأخوة ليست في أمر الطلاق ولذلك السعدي رحمه الله له كلام النفيس في هذه الآيات في أن الله عز وجل قرن ذلك الحكم أو التقوى بالطلاق لعظمه ولكثرة الاختلاف والنزاع فيه لكن هذه الآية العبرة بعموم لا بخصوص السبب فهي عبرة وهي قاعدة ينبغي أن نتخذها في حياتنا كلها قال الله سبحانه وتعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم هذا الغرض منه ماذا تعظيم هذا الحكم وأنه مما أنزله الله عز وجل فعظموه وخذوه بحقه وأدوا فيه أمر الله عز وجل وامتثلوا ما فيه من أمر وقفوا ما فيه من حد ذلك أمر الله كلمة أمر الله كافية يلخ في بعث التقوى في نفس الإنسان والتزامه وتقيده وتمسك بهذا الأمر أنزله لمن إليكم إذن هو حكم لكم راجع إلى مصلحتكم إنما يريد الله في ذلك صلاح أمركم وشأنكم ولهذا إخوان الكرام نأخذ من هذه لا يتي قاعدة عظيمة أن ما في حكم الله عز وجل من الأمور المتعلقة بأحكام الأسرة هنا هي من الأمور التي فيها صلاح الناس وصلاح شأنهم وأسرهم واستقرارهم ولهذا والله لو أن الناس أخذوا بهذه القواعد وهذه الأسس لبنوا حياتهم على خير ما يكون ولا استقرت أسرهم وازدانت حياتهم بالسعادة والمودة والتوفيق من الله عز وجل ثم قال الله ومن يتق الله في ماذا لاحظوا أن هذا وارد بعد قوله ذلك أمر الله أنزله إليكم فتقوى الله هنا مرتبطة بأخذ ما أنزل الله إليهم وامتثاله واستمساك به وتمثل ما تضمنه من الأمر والحدود قال الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته لاحظوا أنه جاء هنا بقوله يكفر عنه سيئاته فما مناسبة هذا ما مناسبته أحسنت أن الإنسان مهما كان مهما كان عليه من حرص على التقوى فإنه عرض للخطأ فإنه عرض للخطأ والتقصير والتجاوز فإذا اتق الله عز وجل فليس فليس إلا التقوى التي يبذل فيها جهده في القيام والالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى ما وقع من خطأ بذلك فإن الله تعالى يكفر عنه سيئاته ولهذا قال في آخر سورة البقرة ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطأنا بعد بيان الأحكام والتشريعات ويعظم له أجر ما أعظم هذا الختام أيها الأخوة أن الله سبحانه وتعالى يبين عظم أجر الإنسان إذا اتق الله مع ما وعده من التسير والمخرج والرزق الكريم قال الله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيق عليهم هنا الحديث عن ماذا عن أمر حقوق المطلقات من السكنة والنفقة ماذا يجب للمطلقة من السكنة والنفقة وهذا من كمال رحمة الله وكمال رعايته أن فصل أمر الطلاق وأمر حقوق المطلقات حتى بعد الطلاق ماذا يجب لهن وماذا يلزم أزواجهن قال الله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم لاحظ أنه قال أسكنوهن فواجب على الزوج أن يسكن زوجته أي أن لها حق السكنة وهي مطلقة قال من حيث سكنتم أي من حيث أنتم تسكنون فيه أي في داركم فالإنسان فالأصل لا لا يسعه لا يسعه معها فقال الله عز وجل من وجدكم فهذه من رحمة الله وعنايته بالأزواج أنه ينفق من حيث وجد ومن حيث ما اغتنى لأن الوجد هو الغنى وَلَا تُضَارُّوهنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ كيف لِلَا تُضَارُّوهنَّ أي لا تُضَارُّوهنَّ في السكنة حتى تخرج وتترك البيت وتريد الفراق فهذه المضارة إن حصلت من الزوج فهي محرمة وهي ظُلْمٌ لها وظُلْمٌ لنفسه لتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ أي في السكنة وإن كن أولاة حمل وإن كن حوامل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ حتى يضعن حملهن فأُدرجت الحوامل هنا مع المطلقات المطلقات لها حق السكنة والنفقة ثم عُقِّب بالحديث عن ذوات الحمل لأن الأمر الانفاق يطول بحقهن إذ أن حقها حتى تلت فقد يكون شهورا طويلة تسعة أشهر قال فأنفقوا عَلَيْهِنَّ حتى يضعن حملهن حتى لا يُظن أن الأمر متعلق بثلاثة أشهر فقط فإن أرضعن لكم انظروا وتأملوا أيها الأخوة كيف أن الله عز وجل أورد أدق المسائل في شأن المطلقات فإن أرضعن لكم يعني إن كانت المطلقة ذات ولد فإن أرضعت وهو الأصل فآتوهن أجورهن أي لها حق النفقة لنفسها وحق نفقة رضيعها حق النفقة لإرضاعها وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ اعتمارهن التشاور بما فيه المصلحة بين الطرفين حتى لا يضار والد في ولده لا يضار المولود انظر الرحمة الإلهية أيها الأخوة بهذا المولود حتى لا يكون هو الضحية بين الزوجين المختلفين فأضامن الله تعالى له حقه وهو رضيع فما أعظم هذه الرحمة الإلهية قال الله عز وجل إن هذه الرحمة أيها الأخوة تبين لنا أن رحمة الله أقرب وأعظم من رحمة إيش الوالد بولده لأنه في هذه الحالة يوخي يتبين أن اختلاف الزوجين قد يكون سببا في ترك أحدهما لولده وعدم قيامه به أليس كذلك فالله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه راعى ذلك المولود الضعيف في حق إرضاعه وحق رعايته فما أعظم رحمة الله وما أعظم ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن رحمة الله أعظم وأن الله أرحم من الأم بولدها قال الله سبحانه وتعالى وإن تعسرتم فسترضع له أخرى وإن تعسرتم يعني وإن تعسرتم في أمر إرضاعه فالله سبحانه وتعالى قد جعله لهم أخرجا هذا الطفل مع أن الوالدين هم أولى بذلك لكن الله عز وجل جعلهم أخرجا من غيرهما قال فسترضع له أخرى أي أنه يحق على الزوج أن يبحث عن مرضعة ترضعه وينفق عليها في هذه الآية أيها الأخوة بيان عظيم بأن الله سبحانه وتعالى يلوم الزوجين لبوين كيف تتعسران كيف تتعسران على أمر إرضاء أعظم رحمة وشفقة عليه أن تنفق عليها كأن الله تعالى يقول أنفق عليها وأغدق لأن ذلك راجع إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك